اشتركوا في القناة اسمو احسان مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنقدم لكم طريقة تحضير عسل منزلي ناجح 100% وسهل التحضير لكل الحلويات والمعسلات الرمضانية كنتمنى البناس الفيديو يعجبكم المهمة البناس بلما نطول عليكم دابا ندوزل المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة المهمة البناس بالنسبة للمقادر هنا عدنا جوش كيلو ديال السكر كما تشوفو بالنسبة الخصدق التي تحضير السكر سانيدة إذا كان عندكم متوفر عندكم البنات القالب متوفرش ليا استعملة سانيدة المهم كما كتشوفو البناس كانت استعملوا السكر وتستعملوا نصف كس ديالسمه هارا القصدق يحمار سيزيل منه ومريبًا على هذا السكر lek في所以呢 لديكمنłumة داب البناس زيت القرفة نضيف رسم علقاء القرفة متحونة قليلا نضيف رسم العلقاء إستعملوا سلطة كمية كما استعملت كما ترى سوف ندير شبه لأنه فهو تقليل انا يجبني نستعملو كيزدي عاقة لي العسل ديالي كما كتشوفو ما هي البناس دابا البناس اغنديرو شرائح الحامض شرائح الحامض انقطعهم بحلكة ونحطهم في هذك العسل ونخلط البنات جميع المكونات ديالي كما غتشوفو معها انخلط جميع المكونات بحل هكا احتين ندمج لي اذك السكر مع الماء والعناصر الاخرين ونصد عليها البناس ونصد عليها البناس ونضرها الطيب لمدة 30 دقيقة ودروري البناس تكون العافية مهيلة يعني تكونش مجهدة بالساف وما تكونش نقصة بالساف يعني البنات دروري هذ العمل يخصكم تدروها خاصة العافية تكون مهيلة كما كتشوفو البناس دابا نصد عليها كما قلتكم لمدة 30 ثلاثين دقيقة ومن بعد نعود الرجوع على البناز باش نشوفوا الشكل ديال العصيل ديالنا كيفاش ولا إذانا البناز هالعصيل ديالنا من بعد ما زد ثلاثين دقيقة ده باغ نحلو عليه نحلو على هالبناز كما كتشوفو غنصفي منو هادك العناصر اللي ديرناه الحامط وآتي نحيدو العناصر كاملة البناز ومن بعد البناز نخليوه بالنسبة لي البناز انا ديرتو في العشية يعني في الليل وخليتو بيتو يعني البناز ضروري انا بيتو باش يزيدي عقد ويشد درسو من السيال وهادك الساعة البناز نتلاقو باش نشوفو الشكل النهائي ديال العصيل ديالنا اذا البناز كما كتشوفو هادا هو الشكل النهائي ديال العصيل ديالنا كما كتشوفو كيجي زوين بالساف وزوين بالساف نعسلو به المعسلات ديالنا الرمضانية كنتمنى البناز يعجبكم الفيديو وتبرطجيوه مع صحابكم وعائلاتكم وشكرا البناز وكنتمنى البناز تجربو وتوجدو به العديد من المعسلات الرمضانية شكرا البناز نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش وصل لكم بكل جديد